على الجانب الآخر حث الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي الأوكرانيين على التحلي بشجاعة ودعاهم إلى الإصرار والمثابرة في مواجهة المعاناة جراء العملية العسكرية الروسية وذلك في رسالة بمناسبة حيد الميلاد وقال زيلنسكي أن الأوكرانيين تحملوا الهجمات والتهديدات والابتزاز النووي والإرهاب والهجمات الصاروخية وهذا يدعوهم للتغلب على هذا الشتاء أيضا لعلمهم بما يقاتلون من أجله واعدا باستعادة الحرية لجميع الأوكرانيين بحسب تعبيره